مسارات متوازية يسلكها الأوروبيون في التعاطي مع الأزمة الأوكرانية أولها الدبلوماسية التي تقودها فرنسا وتسعى لعقد لقاء بين بوتين وبايدن وثانيها التحركات الأمنية تحت مظلة حلف النيتو وثاليثها العقوبات الاقتصادية الرادعة لروسيا سنعقد القمم والاجتماعات على كل المستويات سواء كانت وزارية أو رئاسية لمحاولة تجنب الحرب في أوكرانيا وسندعم كل الجهود لجعل المسار الدبلوماسي الطريقة الأفضل لإيجاد حل لهذه الأزمة أما بالنسبة للعقوبات فهي جاهزة وحين يأتي الوقت المناسب سنعقد اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية المجلس وسنفرضها على روسيا ونأمل أن لا يحين ذلك الوقت أبدا حضر وزير الخارجية الأوكراني جزءا من الاجتماعات وأكد الاتفاق مع الأوروبيين على أن يشرف الاتحاد على مهمة عسكرية استشارية لتدريب عسكري في أوكرانيا كما طالب الأوروبيين بفرض جزء من العقوبات التي جهزوها ضد روسيا يمكن الاتحاد الأوروبي اتخاذ عدد من القرارات لبعث رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن التصعيد لن يمر مرور الكرام وأن أوكرانيا لن تترك بمفردها ويشمل ذلك ليس فقط الرسائل السياسية بل أفعالا مثل دعم تطوير قطاعنا الدفاعي ودعم أمين السيبراني وفرض بعض العقوبات على روسيا يأتي الاجتماع الأوروبي فيما تتكثف اللقاءات الدبلوماسية بين أطراف الأزمة والوساطة في أوكرانيا اجتماع وزير الخارجية الأوكراني مع نظرائه الأوروبيين يأتي بعد أيام من مشاورات وزير الدفاع الأوكراني مع نظرائه في حلف النيتو وفي الحالتين تسعى كيف إلى التأكيد على أن الأوروبيين ضامنون لأمنها في وجه أي تصعيد روسي عز غريب اسكاينوس عربية بركسل